السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة يا جماعة هنعمل شجرة التطور فيلو جينيك هنشتغل ان شاء الله على برنامج ميجا هحمله من جوجل اختار ميجا داولنود كده نجاح التحميل في البداية بيكون عندي التدابع اللي هشتغل عليه عليكم التدابع دا باخدو بدخل على الموقع ان سي بي اي ناشونال سنتر فور بيولوجي انفورميشن بيكون عندي الوضع الرئيسي للموقع بيكون عندي هداء اسم بدخل عليها مباشرة بدخل على نيوكليوتايل بلاست بحط السيكوينسي بتاعي هنا بحوال النظام فاسطة مجرد انه بضع العلامة دي بكتب الاسم بكتب الاسم بازل على أداة بلاست بدلوقتي ببحث عن كل التطابعات المشابهة دلوقتي بحمل كل التطابعات المشابهة عندي بختار بقى الأجناس المختلف عندي هنا زي ما نعرف كرونوباكتر ده الجنس وساكازاكي ده السبيشيز فأنا باخد كرونوباكتر باخد عندي انتيروباكتر ببحث عن أي جنس ثاني في عندي انكالتشريت باكتيريوم مجرد بما انكالتشريت باكتير مجرد سوف تتجري اخده نصر او ممكن اعمل فايل واحفظه بصيرة فاسطة اعمل له حفظ في الدولون عندي ادخل على بعدها فاسطة او فايل فاسطة كده بكون حصلت على الاجناس المختلفة اللي عندي لفتها ايه فبدخل موشرة على برنامج ميجا باستخدم الادا دي باختار دي اوكي بدخل التتابع مبشرة بعدن الاسم بس ثم بدخل التتابع اللي بعده بالادا دي نفس الكلام تتابع التالت بتاي كده بكون حصلت على التتابعات بتاعت الاجناس المختلفة فاعمل له كتر ايه سيليكت اول او كليك كاميل سيليكت اول او كليك كاميل سيليكت اول اول بعمل فبيعمل مع نفسه وبالتالي نحفظه بال export alignment mega format الآن برضو عندي في download input title مثلا back to one اوكي اوكي بقفل ده خلاص انا مش محتاجه بروح للادا دي في logini بعمل construct test next neighbor join tree بختار الملف اللي انا لسه مسيفه بفتحه عندي وبعمله complete مباشرة بطريقة سببتحة خريطة ممكن ممكن اغيير من شكل الخريطة مثلا اعدلها بالمظهر ده او ممكن الارقام دي مكنش واضحة فبدخل لدى بدخل من branch تكون دي معمولة display زي كده الارقم ممكن اخليها اخر اربع كامبس الشكل ده ممكن اغير في شكلها نخليها circle حلقي او curved محنايات الشكل التقديدي نكون دائما ارض بالتالي الحفز PNG download sequence back to كده يكون عندي كده ده الشكل النائل فيلوجينيك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة